واحدة من الملفات المهمة جدا ودائما منسأل الناس المرشحة لانتخابات نادي الزمالك هتعملوا فيها ايه؟ تعندك ديون بالجملة، مشاكل في فريق كرة القدم بالجملة ديون للزمالك تصل لعشرات الملايين وربما مئات الملايين وحاجات كلها متفجرة، انت المفروض جاي وانت عارف ان ده موجود الحلول جاهزة يعني اول ما هتيجي تشتغل في نادي الزمالك مش مكلمة الكابتل احمد وقائمته او القائمة اللي موجود فيها يقدروا يحلوا المشاكل دي بسرعة ولا هنسمع الجملة اللي هي يا جماعة سمحونا احنا جينا لقينا مشاكل كتيرة او الأمور صعبة جدا فازبروا علينا هنعمل ايه يعني اما كلمات زي ما الناس بتتكلم احنا فيه رقم واحد بتسترد اسم نادي الزمالك ببريكو يعني ببريكو اسم نادي الزمالك لكن بريكو ما عوش اي شوائب ولا اي طراب هتلاقي بتعمل عقد مع مع معلن عارف انه بعد بكرة مش هيتهاجم وهيطلع برة ولا كلام ده كله هتلاقي اسحاب حلات فيه تعامل محترم وفيه عقد متحترم هتلاقي شرقات رعية بديتعامل معها كويس هتلاقي مؤسسات في الدولة وخارج الدولة بيحصل فتح حوارات معها لتنظيم ديون نادي الزمالك بالتزامات يوم كذا وكذا 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 وده حصل حتى يعني اللجنة الزغيرة دي شكرا فعلا دكتور اماد البناني والستاذ احمد الوطن وايمن شعراوي ومعهم ناس كتير وحاسد محمد بسعود مجموعة بتشتغل وبتخلص حكتر جدا وفي نفس الوقت فيه بقى الاسم بتاع نادي الزمالك ببريكو هنبدأ نخطط لها هزي الامور كلها وتتحل ونقطعها من الملفات كلها واسم الزمالك هو الضامن في كل هذه الديون وجزء تاني من خلال مسكنات من ناس محبة نادي الزمالك اللي تخليني تدمر الجروح تخففها لغاية ما أفخفها أخد نفسي باش ها أخد نفسي وده بيحصل فترة الفاتت تعامل سنديق من ناس لعبت الأفارق خدوا فلوسها منهم المدير الفن الأجنبي خد فلوسها منهم اللعبة اللي عندها مشاكل خدوا فلوسها منهم التبرعات الجميلة للمنظر الحلو يعني أنا مبسوط أن عضاء الجماعية يستنفذوا لكل مرشحين الإحسلحات في المرافق النادي بتتم عن طريق المنافسين وخبالحيك والجميع المرشحين وتباره لإظهار حاجات للرأي للجماعية العمية وده في صالح النادي الزمانية اللي بيدفع أو اللي بيساهم أو اللي بيساعد دلوقتي هدفه أنه يفوز بالانتخابات ده جزء وجزء لا بس أقول لك حاجة معنا ها دي مثال يعني أنه يعني بعد المجلس اللي فات يعني أنا بتغالي من واحد تاسع أنا ما ظن فيه صندوق عمل بسرعة جدا من ناس بتفكر في الترشيح وناز غير أعضاء في نادي الزمالك زمالكوية ومش هتترشح ومش هتترشح ومش هايزة إسمها يتقال كمان يعني فيه شخصية زمالكوية كبيرة جدا دفع كتير جدا الفتر الفتر يعني الراجل رفض مثلا يعني رغمنا أنا بابا كلموش أو يعني مثلا أصد مضوع عباس دفع حاجات كتيرة جدا اللي ده على ذكرها أسماء يعني ده عشان موجود في المجال فيه ناس زمالكوية كتير غير معلنة رجال أعمال دفعوا كتير جدا ويرفضوا لو سموا اسمهم يقول لها مش هديك حاجة تاني لأنه زمالكاوي زمالكاوي يحب نادي الزمالك وفيه ناس مرشحين برضو تقال حطت السندوق بياتي